واخيرا اصبح في مأرب حديقة واصبح لاطفالها واحة يمحون فيها مشاهد الحرب العالقة في اذهانهم منذ عامين الحديقة كمان نستني كله مومي لعبت فيها واستمتعت تخرج عن جو الحرب والقتل واصلنا الحمد لله بدعت مأرب تستهر انه في الطرقات وانه في المباني انه في التجارة للعيد نكهته الخاصة وذكرياته الجميلة خصوصا عند الاطفال يطل العيد هذه المرة وقد اختلف الكثير عما عاهده الناس هنا فقد اقلقت اسواق السلاح وبدأ التفكير بالحياة وامام مشهد ومكان كهذا طال انتظاره حضرت الفرحة وغاب الحزن في وجوه الحاضرين وكل عبر عن سعادته بطريقته اخرجتنا من دائرة الحزن وهذا والاكتئاب والحروب الى دائرة الفرح والحياة وشفن الحياة والامان يكفي الطفل يكون سعيد يتضح من خلال بساطة الحديقة ان القائمين عليها سابق الزمن وتجاوز كل الظروف التي تمر بها البلاد ضيق الوقت واضح من الالعاب انها قليلة وتأخر الالعاب الكهربائية ونعيد الجمهور انها قادمة ان شاء الله اذا متنفس وحيد في مدينة ترس على بحيرة من الذهب الاسود كل المعطيات تؤكد ان حيزا كهذا لا يمكنه استيعاب الزوى من هذه المحافظة ناهيك عن الوافدين اليها فهل ستشهد الايام القادمة تحركا يوفر حدائق ومنتزهات اضافية خليل الطويل قناة بلقيس مأرب